فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قوله الشيخ عمر رضي الله عنه مدى في صلاة الفجر يعني يطيل القراءة يطيل القراءة في صلاة الفجر وهذا له أصل لأن الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة فعمر أخذ بهذا رضي الله عنه وربما يكون القصد أن عمر كان يخشع في صلاته وقراءته ولا يسرع فيها فيكون هذا هو القصد في طالة القيام نظرا لأنه يخشع في صلاته ويبكي